شيء ثاني الخلاص من سلطة الخطيئة فالخطيئة لها سلطان بتأذي وبتشوه وبتلوث الجسد والنفس والروح والخطيئة لها سلطان محتاجين انه نتحرر منها نتحرر بالكامل بسلطان يسوع وبقوة دم يسوع المسيح يعني ان نترك العادات السيئة ونبتدي ان نصير بموجب وان لا نصير بموجب ميولنا او نزواتنا المنحرفة والمبتعدة عن قداسة الله يقول الكتاب المقدس تمموا خلاصكم بخوف ورعدة لان الاله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المصرة الرب يعطينا الاراضة حتى نتحرر من سلطة وقسوة وتأثير وبشاعة الخطيئة فالخلاص هو تحرير الانسان من دين الخطيئة من سلطة الخطيئة ومن عبودية الخطيئة بكل معنى الكلمة عاوز اقول احباء الشيء مهم جدا الخلاص لا يستطيع احد ان يقوم بعمل الخلاص الا الله وحده مكتوب طلب رجل من بينهم يقف في الثغر ولكن اللي خلص خلصت يمينه ذراعه فالخلاص احبائي هو عمل الهي كامل اسمعني بكل وضوح هو عمل الهي كامل لا دخل للانسان فيه قط مطلقا استحالة تتذكروا لما في شاب اجى ليسوع المسيح وكان السؤال ماذا اعمل لارث الحياة الابدية اجاب جاوب المسيح بحسب مفهومه موضوع الوصاية ولكن السؤال من يستطيع ان يطبق الوصاية اذا يعني فعلنا كل الوصاية واخطأنا او عثرنا في واحدة فنكون مجرمون في الكل فاذا ما في خطية تبررها عن خطية تانية وشيء اخر قال يسوع ان لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لن تقدروا ان تدخلوا ملكوت الله فاذا الخلاص بطريقتين انك تكون انسان كامل تعمل الوصاية الكاملة تكون بلا خطية بلا عيب امام الله هاي النظرية الاولى سقطت لانه الكتاب حكم علينا اذ الجميع بدون استثناء من ادم الى اخر انسان اخطأ الانبياء كله كله اخطأ ما عدا يسوع المسيح فاذا المعادة الاولى سقطت هنا بيجي الفكرة الالهية في موضوع الخلاص